كتلة تحالف السيادة تشهد انشقاقا جديدا حزب الجماهير الوطنية ومجموعة نوابه يلتحقون بتحالف العزب في مؤشر على تغير مراكز القوى بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان بينما تذهب التوقعات نحو مزيد من الانشقاقات بغياب السيد مقتدر الصدر وتفكك التحالف الثلاثي بات طبيعيا أن تبحث القوى السياسية عن الكتلة التي ممكن أن تضمن حقوقها في التشكيلات الوزارية أنا أعتقد حجم الانشقاقات ستزداد خاصة مع قرب تشكيل الحكومة لأن في هذه الطريقة أو دعني أقول في هذا النمط السياسي الجديد سيكون هناك بوصلة جديدة تتجه لها القوى السياسية بما يحقق وجودها في كل مفاصل الدولة أحزاب كردستان في المقابل لم تجد طريقها نحو حل عقدة منصب رئيس الجمهورية حتى الآن على أمل توصل الكتل الشيعية لاتفاق حول الحكومة لتسهيل الاتفاق الكردي في البيت الكردي ليس هناك أي موقف جديد بالنسبة للرئيس الجمهورية وترشيح رئيس الجمهورية والاتفاق بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني تحولات جديدة طرأت على المشهد السياسي بعد انسحاب كتلة قوامها 73 نائبا من البرلمان قد تفتح الباب باتجاه مزيد من التغيرات في قادم الأيام من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية